السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد في وقت ينتظر فيه الزبائن طلبياتهم منذ أشهر لا تزال وضعية سوق السيارات بالجزائر يكتنفها الكثير من الضبابية والغمو لتصل أسعار والسيارات سواء الجديدة أو المستعملة لمبالغ خيالية متغيرة أثقلت كاهل المواطن الجزائري فما الذي يحدث في سوق السيارات وهل سترتفع أم تنخفض أم تبقى مثل ما هي الآن خلال سنة 2017 ماذا عن جاهزية الوكلاء للولوج لمجال التصنيع أو بين قوسين مجال التركيب لماذا لم يتطور قطاع المناولة بالجزائر ليومنا هذا هي أسئلة وأخرى سنحاول وتطرق إليها في عدد اليوم من حصة ضيف الاقتصاد ولمناقشة هذه المواضيع وأخرى يسعدني أن نستضيف كل من السيد الرئيس المدير العام لمجمع السياد للصناعات الميكانيكية السيد محمد سياد أهلا ومرحبا بك معنا وبجانبه كذلك مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أهلا ومرحبا بك معنا وعلى يصاري كذلك السيد محمد بيري الرئيس المدير العام لمجمع إيظال أهلا بك معنا إذن نبدأ معك سيسياد إذن كما كنت نقول في المقدمة يعني أسعار السيارات يطلعوا بشكل كبير ربما سعر السيارة في الجزائر غالي على سعر السيارة في الخارج ممكن نعرفه السبب السلام عليكم أعلى سبب يعني ضع إلى الوحب أيضا الوحب وسبب أنه يدعو أنه هو المعنزة، وليست بلا قضية على الأمسائيات المعنقصة لتركيت وقت للتعفيرون من المزيد من الموجود مبر ، فهو أردما أنه تماما gigantesة مطلن السبب مثل المتارية لدينا تلك الفيديو العصارة محقا ديئجونات المزيدة الهاتف في المزيدة وما هو ذلك؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد أسنع ويوجد أسنع أسنع ويجعلون مدعباً ويوجد أسنع ويوجد أسنع ويجعلون أسنع ويوجد أسنع نعم كما نحن نحن في نفس السياق، نرى ذلك الثقابة في المقابلات المتحدة يعني ممكن نعرف واشنية المعايير اللي اعتمتوها انتوما كأعضاء يعني فالجمعية باش تحدو هاذا النسبة لا ارتفاع نوال تدابوغ سياسي ماذا بيا نعود نصحح الاخسياد على السوق واش داو الارتفاع هذا يوجد ناريد دامبوغتاشون في 2015 يعني ما عندوش علاقة بدينا لا ما عندوش علاقة كأن الفين ومستاش كان كانت بدات لديفالياشون كيما كان يتكلم بدات لديفالياشون جدينا وبعدها كان الناس اللي كانوا عملو ديجا دي كوموند دي كونسيسوني اللي كانوا ديرين دي كوموند ترحهم الهنا جو الجزير لما جو الجزير قعدوه فالبور الموانئ ما قدووش يخرجوهم كاين سعر اضافي جار تاع الستوكاج تاع الستوكاج اللي في الموانئ واللي كانوا في البارك سودوان اللي ما قدووش يعاوضوا باش يدير لهم يجملكوهم باش ندير لهم الديدوان مونتحهم هذا معالا دي فالياشون طلع الاني الوكالاء هما ليزادوا في اسعراته باش يدير لازم كاين واحد يتحمل خسائر للاسف دايما اللي نشوفوه هسي المستهلك هو اللي سي توجه هو اللي يخلص 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 صلافة تم ما يخص لاكاسيون للسؤال تاعك الثاني على الارتفاع الاسعار في الفين يسو عام من الفين وسبعتاش ما زل ما عندش النظرية كيفاش كيفاش تكون يا شبونس انا خمستاش في المية دي عشين في المية يخياليا نمال ما تكونش هدي خمستاش عشين في المية لما اللي يضوكي لعندك البوامور اللي كان يتكلم معليه فلا نا الاخ سياد البوامورتاعك شوف انت اللي اشارجتاعك كيفاش يفوري جميع اللي اشارجتاعك باش تكون واليوم كان سيستام تاع الكوطة بين شحال عندك سيارة شحال تجيب من السيارة شحال تبيع ما تقدرش تكلم على زيادة سعر 20% وكان السوق الموازية اللي رهي شافت الميدان فارغ وين رهي تسبيكي لي وطلع في السوام وطلع في الأسعار من يسمى دينمونيار خيالية كيين بزاف بعض الحاجات اللي تخلي السوق هذة سيارات ينقلب ينخفض في كوطة كيينة أكثر من من لوف طلعه السوق كيينة العوض وطالب هو اللي يمشي اللي يمشي في السوق نعود أنولي لك سيزبدي إذا نسمعت الوكالاء سيارات واشتكلموك والواحد أعطى أسباب هذا الارتفاع الغير مبرر اليوم يعني المستهلك الجزائري بشي يشري سيارة لازم له حتى معرفة لازم له وساطة يعني بضرها مو ما يقدرش يشريها يعني واشن هو الشي اللي يوصلنا لهذا الشي واشكون يتحمل المسؤولية الله بداية يعني أحيي كلام السيد بيري لأنه صارح يعني هو وجيه نعم وصراحة يعني شغل ما كنتش نستنى ردت فعلك ذاك من نتعرفه لما يتحدث على أنه الخاصة الأول هو المستهلك بطبيعة الحال ولما نتحدث عن ما تم قوله من طارف جمعية وكالة السيارات وهنا عندي بعض الأمور لازم نلتفع لازم نعرفه أنه الأسف شديد أنه ما تم رفعه من أسعار خلال سنتين ماضيتين لا يضاهي إطلاقا تدني قيمة الدينار لا يضاهي إطلاقا لما نرى مثلا منذ سنتين نحضره مع الخصائيين الناس الاقتصاد وركم مختص في هذا المجال تدني قيمة الدينار كي طلع 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 30% الآن نرى بعض السيارات في سنتين زادت قيمتهم في السوق 100% نحضره نحاول مثلا لزوتي زيادة هذوك واللي أحيانا ما يلحقوش لهذه النسبة كان بعض السيارات زادت في السوق 100% زيد على ذلك لما نشوفه أنه الكوطة تعلق السيارات بالفعل قلت نحن بكري كنا نجيبه بين 300 إلى 400 ألف سيارة ذلك الكوطة تنقص يعني بـ 80% بطبيعة الحال يعني وكلنا حديث مع عدة وكلة في هذا المجال يقول لك أنا عندي إنما صالاريال أنا عندي دي دي بونس عندي دي فري عندي مصاريف باش نقدر نكفي ونبقى حي ملزمة علي أني نزيد في هذه الأسعار ومن جهة يعني لما يشوف إلى مصالحه عنده وراه محق ولكن نعود أن نرجع أنه المستهلك هو الضحية أما في حديث سيد رئيس جمعية وكلة السيارات فأنا صرحت مقبل وقلت نحن لا نشاطر وإطلاقا في هذا التصريح وثاني حاجة ما هو يعني نجده أخطر من ذلك أنه التصريح يستدعي تدخل مجلس المنافسة على لأنه المجلس المنافسة في الموقع التحهم الرسمي تحهم مجلس المنافسة في 2014 هدروا وقالوا بأنه لسي دوزار جمعية وكلة السيارات نحن نعطي جملة بالفرنسية ونترجمها لك لورد الرئيون سابستنير دنتامي ديسكوسيان فرمال وإنفرمال سلسي جي رلاتف أو بري وطوتي الموكي ينسي دون سلسي بري يعني في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية الكف عن الحديث حول الأسعار أو أي موضوع لديه علاقة بالأسعار نحن نشوف أنه رئيس جمعية يقوم بندوى صحفية ويهدر على زيادة تا 15-20% أنا من هذا المنبر نقول سيزي توني ما تم التصريح به أمر منافي لشروط المنافسة ونعتبره أمر خطير عليك أن تتدخل لأن الحديث باسم جمعية حول زيادات 15-20% يقتل المنافسة في مجال بيع سيارات الجديدة نعم سمعت كما قال جمعية حماية المسالك حتى السيارات القديمة حتى السيارات القديمة رأنا نشوف كذلك الأسعار تاحرة مرتفعة اليوم سي سياد أنت عندك خبرة وعندك اقتراحات كثيرة كيف نقدر نظم هذا السوق سيارات المترجم للثقاء 5,5 million de véhicules dont 66% en essence et 34% en gasoil mais en ce moment avec le manque de véhicules neufs les marchés aidentes ont explosé alors ils font la pluie et le beau temps sur le dos du consommateur le consommateur mais c'est la voiture, je ne suis pas un portateur de véhicules, je ne suis qu'un distributeur automobile voilà alors maintenant ça devient de l'informel pourquoi ? parce qu'il y a des revendeurs informels qui achètent des voitures en gros des concessionnaires voilà maintenant ils les vendent au compte-goutte avec des prix alors Simstafa Simstafa a parlé tout à l'heure des 100% d'augmentation sur le véhicule neuf regarde, je ne suis pas d'accord le véhicule neuf il n'a jamais augmenté de 100% je vous parle en connaissance de cause maintenant non, non on a un collègue stop maintenant après on a un collègue ça dépend des marques voilà ça dépend des marques voilà mais moi à mon sens il n'y a aucune marque connue mondialement connue qui a augmenté de 100% parce que sinon même le conseil de la concurrence même les pouvoirs publics ils vont intervenir même l'association justement les pouvoirs publics qui sont venus on n'a jamais été saisi qu'ils sont venus le conseil de la concurrence qu'ils sont venus qu'ils soient saisi alors qu'au mort Rahim ne s'en foutent pas pour les pompiers non on ne s'en foutent pas à la sérate l'occasion parce que c'est l'avenir pour nous l'avenir de la pré-vente pour créer de l'emploi on doit créer l'occasion chez nous on doit le créer mais on va l'organiser d'une manière formelle c'est quoi la manière formelle ça veut dire il nous faut d'abord un cahier de charge je pense qu'il est en train de se préparer au niveau du ministre à l'industrie un cahier de charge de l'activité du VO du véhicule occasion qui fait le bas qui fait le cher avec la garantie avec nous et aussi moi je j'ai toujours parlé j'ai dit nous avons une culture tout à l'heure nous avons une culture tout à l'heure nous avons une culture et aussi la mentalité d'Al-Jazirine il aime toujours il aime la voiture je dis c'est un virus qu'on a attrapé dans les ailleurs où en France on garde la gare c'est 4 ans 3 ans 4 ans il a l'amortissement au moins minimum 4 semaines il s'est affaillé ou il s'est affaillé mais il y a un cahier nous avons une matriculation qui pose problème les matriculations qui ont l'année de naissance sur la voiture moi je pense qu'il faut l'éliminer il faut l'éliminer parce qu'on a il a une voiture en 1980 où la voiture est une chabat ou une tajarie tous les jours ils ont dit qu'il y a un cahier on va consommer plus on a 6 millions de véhicules c'est important mais on doit entretenir un autre véhicule et aussi organiser le marché du véhicule l'occasion sur le jazzy 30-30% 30-30% plus les droits d'ouan plus tous les frais 30-30-30% qui a créé l'éliminer plus l'éliminer plus l'éliminer 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 ou la il n'est pas ثمانياً في المائة 70 ألف ثمانياً فلصة في الجهاز. نعم نشوف الآن نحن من أمورنا 300000 400000 كالهيتول. عندما كنا نشيبه 300000 400000 كالهيتول, اص check it with 2 عام أمورتين في الجهاز. لذلك في السوق كانوا كائنين من سيارات ونزل المرشي لدينا في مرات الماركة لدينا تحصل على المكوخ وزيادة بالمئة لذلك يجب أن نحصل على المرش في الجزائر كذلك حقيقة لا نحصل إلى أعمال الظاق لا نوع من الواقع بها و لا نوع من المساعدة هناك أي كائن قائمة في الجزائر اليوم الشخص طوك نزل نشوفو كاين سبعين الف ولا ثمانين الف نحن نشوفو العديد في غنش حالة ريح تخص في السيارة الجديدة سبعين الف ولا مئة وخمسين الف نحن نشوفو البلدان البلدان المجاورة هنا غير قدمنا تعالى الغب عنا عدد النسمة كيف كيف القدرة الشرائية كيف كيف السوق تحم حوالي أنت خمية مئة وعشين الف حتى المئة وثلاثين الف سيارة في العام نشوفو لدنك حنا يهنا في الجزيرة ونستيما ببخير المرشي واحد مئة وخمسين الف مئة وستين الف نانسان سواصنة ميل مانوس كيفو رغردي يان ديبا كيان بوجي كي تيميه سور لاتاب ديبا كنسرون الفيكل دوكازيون يفو رغردي هذي كومون كابتل الفيكل دوكازيون كي سندون لانفرمل باش نعودون لجعم الفرمل بسكو هذي كين ضريبة كبيرة اللي راهي تخسر من تخسر من هالدولة ما تسغلش منها أغمقبل كانت الدولة كان السوق منظم مليح ولا ماشي مليح ولا فيه نقائس بين النقائس اللي نقدرون مشوهم في الواكيل سميلي ايدانتيفي يقدر الدكتور يشوفوا تشويت قال لك العلامة الفلانية الكنسيسيونير الفلاني ستود سيارة هايليك ما تنطبقش على المعايير الفلانية ميل لما يوح يشير في السوق هاو مسكين خير يقدر يوحلو كلش وما زال احنا الكنسيسيونير يقول لك ما لازمش تخلص بلوس دا مليان دو دينا يفو بانكاسي بلوس دا مليان دينا يوح للسوق يشير في السيارة مثل ثلثة ميار بعمية مليون وكاش باليسباس وين هم يوح هذا الاسباس لازم يكون لازم يكون لازم يكون لازم يفوصه وكابتي لغسات هادو ولا فسكاليتي الضاريبه هادي كما كنا تكلمنا على عن كايد شارج اللي لازم يديوه منشوفوا الكايد شارج هذا وشي يتكلم ولازم منوحوليه باش ننظموا السوق داعنا وما تنساش بلي السوق داعنا فتحناه دينا مانيار عشوائية ومبعدها عودنا غلق قنادي اكتبان اوهي يتنظم يسمى اوهي يتنظم ونشوفوا بعض الوكالاء اللي مشاولت سنيعه نعم يعني حنتكلموا فيما يخصنا نعود نوليليك سيزابدي اليوم يعني الزابون الجزائري بكري كان يعاني من مشكلة اجال تسليم يعني اليوم يعني تخلص بلك تنتظر السيم واق إلى غير ذلك بعد ما قضينا عاد المشكل عاودوا يعني المشكل يعني بكثرة يعني كيفاش يعني تشوف هذه الظاهرة سيزابدي شو هذي ظاهرة غير طبيعية عاكين عدنا بعض الشاكاوي راي تقود 2014 نعم ناس من 2014 هم يستنوا في سيارة التاعهم كيف تشوف غير عادي عادي لا 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 وضع غير عادي وعلى عادي هذي اوهي غير عادي تتشوف عادي هذي؟ لا 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 ماشي نورمال ميبسا لا لا بلك هو عن باله يقول غير عادي راح جزيلا شخصي هذي خلال فعرق راح اهم مالك هو عن الغرب القاضي من الرجل لا 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 خطأ يوضع على الوكيل لا 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 يجب غير عادي ولكن الخطأ يكون عند الوكيل عندما الوكيل يبيع 100% لديه عن بعض الزبائن أو 5 زبائن والمالفين وربع عاشو من المدينين برامة إذا إنسان لما تحجز لونتا دراهمو تديرو دراهمو عجرة في المياه كمثل ما تنص عليه القوانين معليش بصحة واحد تحجز لونتا دراهمو قاع عامين ومن بعد تعاود تلزموا أن يعاود دسانة الطالبية يعني هي أوضاع غير مطمئنة إطلاقا ولزيد لسومة وهذه من بين الأمور اللي قدمنا فيها شكوى إلى وزارة التجارة ونستنوى نتائج تحقيق لحد الساعة وحتى بعض الناس الذين ألزموا بإبطال سانة الطالبية أندر طالبية يجيني إعذار في الدار نستنى 6 شهر ونعاود طالبية نلحق 9 شهر عام يجيني إعذار للدار عن طريق محضر قضاعي يقول لي أرواح باش تبطل الطالبية تاعتك رأنا نستنوى نقولها ما الآن ما المنبار تاعتكم معدنا واحد لشهر ولا رأنا نستنوى في تحقيقات وزارة التجارة مديرية التحقيقات الخاصة تعطينا الإجابة على هذه التساؤلات اللي راه تخص نعطيك أرقام اللي راه تخص آلاف من المتضررين زد على ذلك زد على ذلك كلما نهضره على عدم وجود سيارات وعلى الطالب الجزائري كبير على السيارات لازم نعرفه أنه سيارات احتماشة مع النقل العمومي انتهاء شخصيا مثلا لو كنت خجم ضارك تلقى النقل العمومي متوفر يعني بآلية جيدة رفعش تحوز على طنوبيل وين تحوز وين تقاريها أو خطك وين تستسيوني إلى غير ذلك من الأمور عندنا مشكلة احنا قلنا عيوض أننا نروحوا يعني الحلول الجذرية قال مزيج جيب طلع الأثمان لطاكس إلى غير ذلك لابد من تحسين من تحسين النقل العمومي أي واحد يلقى النقل العمومي من تلقاء نفسه راح يدنى عن سيارات الجديدة الإشكال المطروح حاليا والذي نعرف فيه خطر مش إن خطر نلقوا فيه أنه مظار على المستهلك دفتر شروط تحسين السيارات الجديدة والذي تحفظنا عليه والأخباري عرف باللي كانت عندنا بات تحفظات كجمعية حماية المستهلك لازم نعرف باللي تعاود بعد شهرين من صدوره بعد شهرين تعاود دفتر شروط الآن نقوله بصوت العالي نحن نتحفظ على ما سيأتي من دفتر شروط الخاص بتنظيم السوق السيارات القديمة وعلا لأننا مرانيش حبي نديرو نطر مونوبول مرانيش حبي نكريو نطر مونوبول اللي الناس تعاود تحكم نجمعية مونوبول ما هي نجمعية مونوبول ستتعلم دون كل سنس دون كل سنس المونوبول سيكو أنا بارتكولي أنا خاص حبيت نبيع الواحد خاص ما تلزمنيش أني نروح إلى وكيل سيارات نخليني كمان وبعد قونهون ما عليش هذا مقترح هذا الأمر سوف يخلق مونوبول وكأنه المواطن الجزائري قاصر ما يعرفش صلاح ونخللش أن نبيعه سيسرح 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 لأسيزبدي لأوكازيون جدي لأوكازيون سي السواق نغلقوهم ولكن نطر بارتكولي سيليبر تعرفني نبيع الكاروسات بحالي أنتر بارتكولي ألي ترحل أنا حبيت نخيار حبيت نروح وشوف تنوبيل يتساعدني حبيت نشوف اللون وإن حبيت نشوف اللون وإن ماركش أنترح أنترح نظموا نظم الصوخ نحن دير مدخل دير مخرج دير تيكيات لا 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 سياد 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 أعزيز ألوك نسأ ، يعني أنه مكتبرة в العلبي ، . . لا لا نستطيع رسالة لو سحصلوا رسالة لا يمكن أن ت يحصل على السواك عشرة أجل من يقومون على العقابة أجل لا يمكن أن يقومون على الشهر لا يمكنك أن يتجاب المقابل يجب أن يكون المشروع. ولماذا نقول الآن؟ ولماذا نتضع نفسه؟ ولماذا نتضب إلى الجنة؟ في الدونس لا يوجد نفسه؟ لأن الثقافة المستهلك في الدزائر يحب يلمس، يحب يشوف، يحب يشوف يشوف، يحب يشوف، يشوف، يشوف وراء أضرر، أين الضرر؟ يذهب إلى شروم عند مزيزة بايري يوجد وراء يشوف أكثر من غاضب؟ هي ليبرا؟ هو أنت المزيزة بايري عندها؟ ترجمة نانسي قنقر 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 نقاشي مزال متواصلا استراحة قليلة ثم نواصل النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل لديت تحقيقًا بلدنا تحقيق ماذا تحقيق الله عمي الذين هم تعودين أن يدخل عنك تحقيق مفترض مفترض محن نزدح محن نزدف محن نزدين محن نزدوني محن نزدين으로 عميز بلدان المدكتور كن نشاكو موسيقى المترجم لكي بشرطة أنه يعاود أن الجزائر تستورد السيارات أقل من ثلاث سنوات ممكن نعرف السبب عندك واحد لكيستيوم غير موبرثينون نحن نكونوا باش نقدروا نعملوا الضغوطات وعلي من تعمل الضغوطات كان حاجة واقعية كان عليها سيئة لازم توضح توضح السؤال سيما باسي اليوم أنت تحاب في السوق الموازية كيف تفتح السوق الموازية الله دوفيز هذه الدولار أو اليوغو من أقل نحفظ على العملة الصعبة من نجيبها العملة الصعبة نعم مثلا نتكى وكيل سيارات نتكى وكيل سيارات سيبايل لما تشيري سيارات جديدة تشيريها بأموال بيترول تشيريها بأموال جزائر نعم لما نعود نجيب السيارات المستعملة يجيبها لزيميغري يجيبها بأموال على الأقل أن نحافظ العملة الصعبة لا تزيد لك لاعب هكذا تزيد تشيريها الموازية لا تدخل لك تنسيح. لا تنسيح. تنسيح هذا لما تنسيح. تنسيح كيين كل كل تنسيح درية على سود خيطانس. كيف تنسيح كيف تنسيح الانجيش تغيط داك؟ وين كيين بولدان اللي واحدة تنسيح عندهم مش سوق لك. عنده السوق لأوكازيون لما نحكمه مثلا تركيا عنده شلال لامبورتاشون موان دو ديزان ولا ممنوعه كين السوق لأوكازيون اللي كان يتكلم عليه السياد اللي في البلاد اللي في الواطن. ومبعده اللي لما تنسيح اللي هنا تمشي لأسود خيطانس المسيح سوق ساعت السيقم باسكو ما عش تخدم كامل السيارات ما عش تخدم قاعدة بيام قاعدة مرسودهز قاعد تخدم كدا. كين وكالا اللي يبقا وينشتو في بعض مي انسيقمو ينيش بوكو بلو موز امبورتانت كي ما رأيضه كافي في ثلثمائة ألف ولا كانت فبعمائة ألف. هذا هو السوق دوك شوف انت وش ركحب يا ركحب تديم ما ناصب بالشغل وديفلوبي لانجوش تخيو طو موبيل تاعك وتوحل القدام وللا ركحب تخدم تبقى بزناسي قال يو دينا ونجيب طو موبيل فميلة بدأ بدي ميلة ولا بسا ميلة وو ونشري لسانس موجهات بربع المليون ونعود ندو ندوار بيها وما كينوالو ما كش ليزنبو ما تكبطي منها ما تخدمها لما ناصب بالشغل والو وش تحبني نقول لك. نعم إذا نعود نولي في هذا النقطة كما كذلك سيزبدي ممكن نعرف هل يعني ربما قرار الحكومة يعني في العودة يعني مستقبلا لاستيراد يعني السيارات يعني المستعملة أقل من ثلاث سنوات هو قرار يعني في محل ويساعد يعني مستيك الجزء. نحن مع هذا القرار نعم وطالبنا به منذ إنشاء المنظمة. نعم. من اللي خرجنا إلى مجال العمل الميداني. ونحن نطلب برفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة. ولحد الساعة. نعم. إنه ما لقيتش إنسان موظف سامل ولا قيسه قيس نفسه يقول أنا ضد. بكل صراحة. الناس اللي يراهم ضد هم الناس اللي كل عام عامين يبدل سيارة جديدة. يعني فيه عقله وفي نفسيته وما يقدرش تدخل ودخلو في راس وبيلي راح نجيب سيارة القديمة. خلين كمير. لا محلة. لا 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 ما قطعتك شوانيا ما قطعتك شاسيبايا خليني ناجل. لا 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 بسمح لي لا مسمح لي سيزي الان شوي دي زولي. دخلون شارع. لا اسمح لي. اسمح لي نانا اسو هو لي الانسان اللي هكت تكلم عليه انته ها هو اللي موال في المقبل. خلينكمل. خلينكمل. إذن لما تشوف برك فقط إعلان سيد الوزير كي أعلن في صافكس قال رحيل قرار الحكومة برفع الحظر أنا بقبل لي وقعت احتفالات في مرسيليا أنا بقبل لي الهاتف تاعنا لم يتوقف خليني يكمل عدنا جالية جزائرية في مرسيليا عدنا جالية ما قطعتكش خليني كمحلي لا لا اسمحلي دعني نكمل وعلى السيارات اللي كانوا يجيبوها في السنوات الماضية ما هيش خردة السيارات اللي كانوا يجيبوها واللي راه يخرد الآن في السوق الجزائرية نفس الشي لما نشوفوا السيارات القديمة تستورد وراه يتمشي في بلدانها هي السيارات أولا من الطيراز العالي ثانيا المراقبة والتقنية معروفة سيدي سيدي قال لي ولما تشوف الجزائري الآن يقول لك روح نجيب سيارة مواندو تروازو ما هي حتى لي عنده دراهم يقول لك نجيبها مواندو تروازو ما هي خير من اللي نجيبها هنا ما راه معايير مختلفة نزيت لك حاجة واحدة أخرى لما تم التصريح برفع الحضر عن السيارات لجمعية وكالة السيارات في أقل من 24 ساعة خرجت بيان في أقل من 24 ساعة مواندو 24 نقول لك حاجة لو كان شوف لو كانت توقع حرب مجلس الأمن ما يجتمعش وما يخرجش في بيان أقل من 24 ساعة جمعية وكالة السيارات بعد ما سمعت الخبر في أقل من 24 ساعة خرجت بيان ضد الفكرة وضد أنهم يقوم باستيرات السيارات أقل مثل سنوات نحن نقول لك حاجة ما نجيب تصنيعها ما نجيب ضد الناس ونحن بالمناسبة نهنأ سيد تحكوت على المصنعة جديد وماذا بنا أيضا نفرح نفرح ويعرضنا نجوك بكل فرح وصرور ماذا بنا أيضا كل المنشآت كل المتعامل الاقتصادي تكون ولكن الوضع اللي لا نحضر فيه الآن وباحتراف وقال لك ثمانين ألف سيارة ما هيش كافية ثمانين ألف سيارة خلات خردة سنة سبعين ولذكر لزاني كاتروفا تطلع بأثمان غير معقولة الآن لما نتحدث عن فتح المجال وعلى ما يكونش مؤقت على كما ذلك السيد تحكوت قال لك ستين ألف سيارة سنة الأولى السنة الثانية مئة ألف سيارة وربما مئة ألف سيارة نقدرون نكفيه العجز ولما لا نفتح المجال الناس اللي ما هيش قادرة تشري السيارة بهذه الثمان المرتفعة كما قلت إنتا يا السيرات السيارة الجديدة ما هوش وليد اليوم أروا كين قبل ما يكون الحظر يعني واحد عنده أخوه في مرسيديا واحد عنده أخوه في إسبانيا واحد كانوا يهبطوا وأيضا تكون هناك مراقبة صارمة بتحميل العملة الصعبة من إنجبتها إنجستيفيكاسيو ما رانيش ضد مع تبيض الأموال ولكن رانا مع سد حاجيات المواطن الجزائري الآن أصبحت سيارة ضرورية ما رايش من الكماليات كين بعض المناطق من الأولويات من الأولويات من الأولويات الشعب الجزائي لازم نتوفى له مناصيب الشغل يمناسب الشغل ما نزودها بتفضل بالله بسم الله بسم الله بلا إمبورتات بلا إمبورتات مواندو تخوزون اللي ديولو مناصيب الشغل اللو أنك أنت لا 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 نفتح يوزين Outro لا لا نُفتح لي يوزين لذيول التي Kant عنا أنها السيطان لا نعم ممتتح ممتتح يجب تشغل نجد تشغل كيف تشغل كيف تشغل كيف تشغل سألك سؤال سألك سؤال دفتر الشورط تصنيع السيارات مال عدل تروازن تلت سنين تلت سنين عباق بلي اللو ترنتيين ديسمبر دو ميل ساز هذو ترنتيين ديسمبر الوكيل السيارات لي ما عندوش وقصص الصناعية عباق شحارح يبقاو شحارح يبقاو وين كانوا ثلث سنين هم حبسين انا بور تصنيع العملية بصح ايضا ايجباع الحاجيات لا الكنسيسيونير ولا نمبرت كل البرسوان نمبرت كل الوبراتير ايكونومي يشوف تدابوغ لارونتابيليتي لارونتابيليتي تعلان تخبخيز ديالو اليوم كان باش نمشو التصنيع كان اللي فالي قولت التسنين فالي فارن ديسكور قال يا جماعة سنان ديوليوم هاك اليوم ان ديواك كان طبقات وما واحي اللي نمشو لياه سيبا الحاسية تتوقع انه يكون تمديد الاجل؟ لا مشكتش يكون تمديد المشكتش يكون تمديد الاجل من يحن؟ اسم تلكم تحشور ممتنة ديليم ايشوا باشده هكذا لا يوجد تحشور هكذا لا يوجد تحشور مسوعة وما لا يوجد تحشور قولتهoa تمديد تمديد أيضًا لا يوجد تحشور الاستشعب الاستشعب لكن أننا في تلعب مجددا، يجب أن نفعل أنهم sumper. ون terr terrifying أنو كيف نغتطر الوحيد وننروا أي المشاركية؟ إنن ننشoke ل أي تسنيع كان العدوات وننغط على تقنص payments Acc erhöة لم تكنُالب وعنما معنا هذا هي الأغ steam لأنها مقدمت الفرح ب гораздо الأعصاد لكن خبني الفتر انهّنان كيف حي أن يعمل أم سعائه؟ صغير لا C Barris ونظر التارت inher neurologية سمح لك المشكلة لازم تروح للتصنيع وتكون من دعم من طرف الدولة باش ما تكونش تمشي للتصنيع إيران كيفاش تمشي هما في أمبارغو شحال عندهم عشرين سنة ولا شحال عندهم عشرين سنة هما في أمبارغو كو سيارة مئة بالمئة إيرانية وشفناهم إحنا في الإيراني مشينا مع وزير الصناعة وشفنا المصائل مئة بالمئة مثل مليحة لا كاليتي مليحة ولا دونية ولا ماشي هديك سي محاليا نرن نركض فقط رائحة كل مرجع جائحة محاليا سيارة لا تقلس ٢٠٠ أم٠ أم٫٠ أم٤ تصنيع أو ٢٪٠ أم٢ تقلس سيارة لم يجب لتعلم أن مع السيارة لم يجب أقنص المشارك لأنه يجب أن يحصل على المهمة ويجب أن يحصل على المهمة لا يجب أن يحصل على المهمة نعم، لكن كل المبارئة هي مهمة يجب أن نذهب إلى أصبح مصانيا لا تظن أن التركيب حدثت أنه يستيراد يعني لنستورده لنستورده إذا ننتقل في الوقت أكثر يعني هل يمكن أن يأخذها من خارج يمكن أن يأخذها من خارج يمكن أن يأخذها من خارج سمح لي أسألت لأن أتصل على التصنيع لتركيب اليوم يمكن أن يكون لأنه يكون يمكن الأسفل والتصنعات الوضع الذين لم يكن أعطي المتابعة مع الجزائر مالبون محبوشي مشو بس كوم كاليف لو هده تعله والفو التمديد في التمديد وكذا يسمى محبشي محبشي مبليكيا وحو كما يقول لهم محبشي يولي بس المبليكيا دين مانيه ديركت في هادا ربما يمرون ، يحصل ، ، يحصل على نور مثل هالجريين ، يحصل على ستريض ، ويحصل على نور ثوثات ، يعشون أنه في العالم المثال ، لم ينغام على نور ، أنهم يخطر على نور ، لا يرانيسون أي صودي ، إنهم يصفر على نور ، يلائسون أنه كنا في عمل جادة ، يجد أن يصدر الإنذار بفقنا في اعشارة في مناطية ، نعم ، ليس هناك لا يوجد لو كانت و كان لئه رضع جيدة لا يمكن ان ان يجع بالحطة وعنده 48 مل سياج اللي يخدمهم لي من يديهم نحن 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 يجبوني عليه كما شفنا في تونس وكما شفنا في الارف يجبوني عليه 50 مل هذا الدولة الكوتيي مازل ما الداش ما يديش عليه يقولوا أنا ما نديش لازم لك لهم هادو لازم لك هادو لازم لك هادو لازم لك هادو احنا وش دابنا برئيزم احنا معاليسو تخيطان اللي شفناه عماليزايق دون تيفي ونانحن هنا اللي كي نديو من هاتصنع اللي نجيبها. اللي تخدموها أنتم هنا أنا نوكبها. وشنو؟ نوكبها لك ما يلازم لي ضمان تاك. اليوم الكليون ما نعطي له الصيارة تاك ولا نعطي له الشاحنة تاك. لازم تكون ضمان في هذك. نعم سي محمد رسالة وسط. سياد اليوم. اليوم كيفاش نقدروا يعني انطوروا قطاع يعني المناولة لسود خيطانس يعني رغم أنه مصنع يعني رون وشحاله عنده هو يشتغل حاليا. لكن قطاع المناولة في الجزائر مازال وضعيف. وراه المشكلة. الوشكل الأول هو حالا فرم الشيطان في الجزائر وشاء وشگو المناط في الجزائر وسط. الحمد للافlà عندنا تبطى بإمكانية مواجهة في الجزائر ومناولة في الجزائر ومن الرجيز اليوم كيفاش نقدروا فقط المساعدة فأسفل ماذا؟ و نسانا مجدد أن المساري للسعين الآن سوف يتم مع المساريين من المعركة أو مجدد الرئيسية من المعركة من المعاركة من المدينة الآن تقولون أنه يسألون أن يسألون أن ي يجب أن يعمل أن يحصل أحيطاً لا. لا يجب أن يد Grace at diesem rate. لا يستمر. لا يستمر مازاله. لكن لا يستمر الموقع. لكنها سترقى. سترقى 20%. يوجد شبunching مختلفة 10% لديمون. الآن تصل 40% في أول 5. هما أغفر أحفل과�ير. إنه مغفر، وليس ما إليهم بهم. إنه سترقى 80%. ولللللللللللللل. لكنهما بحفل. لماذا يفعلق البعض بسبب الآخرين إعتراض حيث معيني البيعات الإنسان وضع الأعتيب Whatsكية ليس لتقانيغ بشكة صعود للصصف الديوانيغ بشكل عمل الآن البيعات الإنسان سن يائرون ويركي قاتل المشكلة في المناسب في عدد ايهاية الجمع عندما تعاب الرئيس سنة ال�انية هي أيضاً الحزم العديد والتقانيغ الأعمال التحليم يجب أن يكون بحوالسوية لا يبدأ أكثر أنه يطير يجب أن يكون يجب أن يكون بحوالسوية يتجارة في الوصف يتجارة في الوصف يتجارة في الوصف يعني توفير ظروف توفير ظروف نتعاونه قاح ونحن نتعاونه 40% نعم نعود نقول لك سي زبدي الآن هل أنت متفائل أنه ربما يعني التوجه الجديد يعني تالحكومة لأجل التصنيع أو التركيب يعني بين قوسين يعني رح يحل يعني المشاكل العديدة على المستهلك الجزائري مثلا أجل تسليم الأسعار إلى غير ذلك شوف إذا ما تم ضبط هذه السياسة وتطبيقها في الواقع مع مراقبة صارمة نقدر نقوله بأن الإشكال سوف يتم مرفع ولكن أيضا لابد على المتعامل الاقتصادي أن يغير في الذهنية لأننا الآن لنا في منعارج اقتصادي خطير لازم أيضا المتعامل الاقتصادي نحي فكرة أنه تاجر متعامل الاقتصادي مستثمر لدواء بورتي دولاري شاس لازم يجيب كما يقول لك أيدي عاملة لأنه للأسف الشديد لما نشوفوا ناس يستثمروا في مجال معين 20-30 ربما الاستقلال وتلقاه مثلا لومبا لا يخدمها في تزاير ولا أنفيزيب لا يخدمها في تزاير يحبسوا في 31 ديسمبر 2016 راهوا ما راهوا عدد كبير بالنسبة للذين استثمروا وأيضا بعد خمس سنوات إذا تم تطبيق يعني هذا القانون بحذاف ريه أيضا اللي يراهم الآن عن بالهم غير منطي 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 على خمس سنين إذا ما عندوش نسبة إدماج 40% أيضا سوف يلزم بشي توقف إذا من ناحية الاقتصادية ستان بلوس ولكن لازم نقوله أنه مجال التصنيع ولا كما يقول لك تغطية السوق من حاجيات المواطن أمور ضرورية اللي سوف تسمح باحترام حقوق المستهلك منها أجل تسليم إلى غير ذلك ولكن المرحلة الحالية وللأسف الشديد بهذه الوثيرة التي نحن عليها الآن ولأجل يعني على الأقل سنة حقوق المواطن الجزائري خاصة في إجباع حاجيته الأساسية ومنها السيارات راه مهظوم مهظوم نعود لليك سيبايري الآن ما تظنش أنه ربما كان من الأحسن يعني ما تظنش أنه يزربنا بزاف كي رحنا يعني لتركيب السيارات عوض أنه مثلا كنا نبدأ يعني بمصانعة قطع الغيار اليوم لو نشوفه سنويا الجزائر راه تستورد كثير من ثلاثة مليار دولار كلها قطع غيار ما تظنش أنه من الأحسن لو درنا مصانع يعني خاصة بقطع الغيار لو درنا مؤسسات مناولة بعدها نروحه يعني للتصنيع ولا التركيب ما تخدرش ما تخدرش الشي اللي هكتكلم عليه وعلش نعود نعم باختصال وقت مبقاش من صلبك نشوف لا نشوف على سياتبك على سيختيفيكاشن إيزو وعلى المصنع هنا أنا هذا إلا ما نديروش ثقة ما يقدرش الإنسان لسو تخيطان الجري إلا ما ديش فيه كنفيانس دك وما تعطي لوش لا كوماندوكا ويليزم تعاونه باش يبدأ يكباب معاك وإلا فانس ما تقدرش إلا تبدأ تكزيجي لولي النغم ما يقدرش يخدم يبقى باسو يدفلوبي لازم تدفعه كنفيانس وتخليه يخدم وتمشي معه هذي بور لا كوماند تعاك باش يمشي باش كح تمشي للسوق 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 الجزيري تقولي على لباش تكون قيطع الغيار بين الملحية ويني adapta إلي حواليا في قلمة تخليص نغل قليص أم legg شخص سياس سياس رجل اللقاح حواليا بتاني دولار هؤلاء الوضع ترجمة نانسي قنقر 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 iedzieć عن دقيلا حق ولكن لا تفعل المفرور في البارك لا تقول لك نحن أن نحن أننا نحن إنظر نحن أن نحن أعرف أعرف بسأمة ، لنحن انتخلوا المفرور أحب Southeast هذا هو إليه تقول لكي نحن أن نحن لكي أنت أنت سأتكون 20 ألف سيج ولكن نتقل مع المرئة سننكون لديها إلا في الدقيقة كنت رسى أنت أولك للمشيط فقط لانهيست Borق و warum سي Kids للمشيط كنت أولك أنت رسى أنت أولاً ـاةهم أينهيان ذاتهم لذاتهم أعط لهم آتواً لا 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 أتوقع سيارة المترجم للقناة اطلق الوقت هل ستعيد قطاع الغيار اور دور نمنا نكون الحقوق ن总نا نكون نكون شعور نikle نقل كماس نقل بايري ونصدراء يتبقى نحن على الستثمار الوطني مع رجال أعمال الوطنيين qui يجبوا قمة مضافة هنا نفضل M. Bayri M. Siyad ولا John Paul ولا آخر ولكن الحقيقة أنه الآن في 2016 اليوم السوق الجزائري راه فارغ أنه محتاجة سيارات لا بد من إيجاد حلول سريعة لإجباء هذه الحاجات نعم سيبا يري كلمة أخيرة الكلمة الأخيرة لازم نديل وثيقة مع بعضنا والدولة الجزائرية ممشت في تصنيع سيارات لازم نمشو في تصنيع وننشوف ولازم الهدف إذا أردنا لعينا أيضا ونظف الشغل ونجعل المحاور والمجدد والتعبوي والتعبوي ما هذا هو الهدف سيدي محمد بيري رئيس المودي العام مجمع إيبار شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات كذلك السيد الرئيس المودي العام مجمع السياد السيد محمد سياد شكرا كذلك على كل هذه التوضيحات أشكر كذلك موصول سيدي مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك الشكر كذلك موصول إليكم أنتم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار تقبل تحياتي وتحية كل الفريق التقني العام معي أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى